اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى رأينا في الحلقة السابقة تأثير الفكر اليهودي بقوة في الفن الاموي خلال عصر عبد الملك ابن مروان وما بعده وبدأنا الحديث عن بناء قبة الصخرة التي بناها على ارض معبد سليمان في ارشالي وكأنه يعد الطريق لقدوم المسيح ثم وضع نقشا بالخط الكوفي ليحسم في مسألة من هو هذا المسيح المنتظر تبدأ كلمات هذا النقش بالبسملة وسوف نخصص حلقة عن هذه البسملة وأصلها ومعناها فيما بعد ثم يأتي بعد البسملة عبارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذه العبارة موجودة على الدنار الدهبي لعبد الملك ابن مروان كما رأينا وهي تراضف أعظم وصية في التوراة بصفر الخروج الإصحاح 20 لا يكن لك آلهة أخرى أمامي الوصية الأولى من الوصية العشر لموسى وتأتي بعدها الوصية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية لا تصنع لك تمتالا منحوتا ولا صورة إلى آخره وهذه الوصية الأولى تتكرر في الآية الرابعة من الإصحاح السادس من صفر التثنية وهي كذلك اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد أو أخاذ لاحظوا كلمة أخاذ بالعبري بالضبط كما جاءت في دينار الدهبي وكذلك في صورة الإخلاص بمعنى واحد الله أحد ولم يقل الله واحد فالتأثير العبري واضح في النص يكمل بعده بتوضيح المعنى أحد لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قادر ثم تأتي عبارة محمد عبد الله ورسوله في الوهلة الأولى يظهر على أن المقطع يشير إلى محمد بن عبد الله سيد العرب ونبيها لكن باقي النص لا يتحدث عنه وإنما يتحدث عن المسيح والسؤال المطروح لماذا ذكرت كلمة محمد ها هنا؟ للرد على هذا السؤال يجب معرفة جدر الكلمة ومعناها فمحمد من فعل حمادة والحمد نقيض الذنب بمعنى الشكر والتنى إذن محمد أي مثني عليه ممدوح ممجد ومحمود وبالتالي موصوف بالتنى والحمد والمجد يعني مبارك ممجد عبد الله ورسوله وهذا العبد الممجد المبارك مذكور في الزبور في صفر المزامير الإصحاح 118 مبارك الآتي بإسم الرب أي ممجد ومحمد الآتي بإسم الرب وقد تكررت هذه العبارة حتى في الأنجيل كإنجيل متى الإصحاح 23 ولمعرفة من هو هذا المبارك الممجد المحمد الآتي بإسم الرب يفصح عن هذا المجد في نفس الإنجيل في إنجيل متى إصحاح 21 بالقول والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين للمسيح أوصلنا لابن داود مبارك الآتي بإسم الرب إذن الحديث عن المسيح المبارك الآتي بإسم الرب وكلمة مسيح للتعريف تعني ممسوح من الله بالبركة أي مبارك ولتوضيح هذه المسحة يتابع نقش قبة صخرة في النص أن الله وملائكته يصلون على النبي ويصلون يعني يباركون هذا النبي الآتي بإسم الرب حتى يكون مباركاً نقول على سبيل المثال صلاة على الميت معناها الدعاء له بالمغفرة والبركة ثم يكمل النص يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليماً صلى الله عليه أي باركه والسلام عليه ورحمة الله ثم يحذر أهل الكتاب اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم أي في حكمكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كما جاء في أول نقش وكلمته بمعنى أن كلمة الله صارت بشراً وعبر عنها بعبد الله كما جاء في رسالة فليبي الإصحاح 2 لكنه أخلى نفسه أي المسيح آخذ صورة عبد صائراً في شبه الناس هذه الكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ورسوله هنا أي المسيح ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد كما جاء في صفر التثنية إسماعياء إسرائيل سبحانه أن يكون له ولداً لم يلد ولم يولد كما جاء في صورة الإخلاص له ما في السماوات وما في الأرض وكثى بالله وكيلاً لن يستكنف المسيح أي لن يستكنف بمعنى لن يمتنع أن يكون عبد الله كما جاء في صورة مريم الآية 30 قال إني عبد الله ولا الملائكة المقربون ومن يستكنف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم جميعاً اللهم صلي على رسولك وعبدك عيسى بن مريم إذن تأكيداً لما قلنا في الأول أن هذا العبد والرسول الممجد المحمد المبارك هو المسيح ابن مريم والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ذلك عيسى بن مريم قول الحق والقول مرادف للكلمة والحق هو الله بمعنى المسيح هو قول الحق أي كلمة الله الذي فيه تمتر بمعنى تختلفون في طبيعته هل هو ابن الله أو مجرد إنسان أو نبي إلى آخره فيذكر مرة أخرى ما كان الله أن يتخذ ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم والمتكلم هنا ليس المسيح وإنما صاحب النص الذي يدعو أهل الكتاب لعبادة الله ويكمل قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم فيما بالقسط أي بالعدل لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام أي إن الحكم عند الله هو القسط والعدل والكمال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم أي اليقين والمعرفة بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ولتكملة الموضوع كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة